النهاردة أيضا كان بيعتبر يوم الاجتماعات الحالة لأنه كابتن خطيب النهاردة اجتمع مع كابتن نبيل عشور رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد وهو عضو اللجنة الإولمبية الإماراتية الكابتن سعود صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد أيضا المدير المالي في وجود الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ورحب الكابتن خطيب برئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد والوفد المرافق له في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط النادي الأهلي بالمؤسسات الرياضية سواء داخل مصر أو خارج مصر وقام وفد الاتحاد الإماراتي لكرة اليد بتوجيه الدعوة للكابتن محمود الخطيب لحضور مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين فريقي الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 9 ديسمبر المقبل بالفجيرة وقام الكابتن الخطيب بإهداء درع وعالم النادي إلى الكابتن نبيل عشور اللي كان حريص الحقيقة هو الآخر على إهداء رئيس النادي الأهلي درع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد حاجة جميلة جدا قيمة النادي الأهلي جبيرة جدا وعظيمة مش بس في كرة القدم ولكن في كافة الألعاب الرياضية اللي دايما زي ما حضراتكم شايفين واحد بيتشرف والواحد بيبقى سعيد والواحد بيبقى مبسوط بأنه هو يشوف مثل هذه الأمور موجودة في النادي الأهلي شكرا